اهلا بكم سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة في مديرية الجوبة جنوبي مأرب وقالت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة دارت في مواقع متفرقة عقب هجوم شنة الميليشيا على مواقع الجيش في محاولة التقدم والوصول الى نقاط متقدمة وفي حين اكدت المصادر احباط كافة الهجمات قال المركز الاعلامي للجيش نقوات تمكنت من دحر الميليشيا من عدة مناطق في المديرية ذاتها اعلنت قيادة التحالف سعود الاماراتي اسقاط طائرة موسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي بالتجاه الاراضي السعودية وقال التحالف في بيان لهنا الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمر الطائرة موسيرة مفخخة اطلقت نحو مطار ابها وشار التحالف الى انه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنين والعائلة المدنية من الهجمات التي وصفها بالعدائية وسبق ان استهدفت ميليشيا الحوثي مطار ابها بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية تسببت بعضها بخسائر مادية وبشرية قالت مجلة فورين بوليس الامريكية ان على ادارة بايدن القيام بالعديد من الخطوات البديلة في اليمن ومن بينها يعادت ميليشيا الحوثي للقائمة الامريكية للتنظيمات الارهابية اضافت المجلة ان الخطوة الاكتر اهمية لمنع ايران من اكمال مشروعها القائم على انشاء كيان شابه بحزب الله اللبناني تتمثل في قيام ادارة بايدن بيعادة تفعيل حضر الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة على اليمن عام 2015 اختطف مسلحون مجهولون مسؤولا في الادارة المالية لقوات العمالقة المدعومة امارتيا اثناء مروره في الطريق الساحلي بين محافظتي لاحج وعدن وقالت مصادر محلية ان مسلحين لم تعرف هويتهم اعترضوا سمير المحرمي وهو مسؤول في الادارة المالية لالوية العمالقة في الساحل الغربي دم كان بالقرب من مديرية المضاربة وضيفة ان المحرمي نقل الى جهة غير معلومة بعد اختطافه وهو في طريقه لعدن اعلن البنك المركزي اليمني ايقاف نشاط اكثر من 80 شركة ومنشئة صرافة مخالفة وغير ملتزمة في عدن ومأرب وقالب بنك انه نفذ حملة تفتيش ومراجعة شاملة لكافة حسابات وانشطة الشركات وحثتها على سرعة تصحيحها وضعها مشيرا الى ان فرق التفتيش الميدانية نفذت حملة في عدة محافظات لتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ومنع اي مضاربات بالعملة لضمان استقرار سعر الصرف في امالي